شبابنا اكون عندي حشاية اخيرة وياكم السمحولي اقولها بدقيقتين واروح لمصيبة دقيقتين دقيقة دقيقتين دنيانا فيها مزالق كثيرة الان وهذا الكلام اقوله حرص على شبابنا والخوف على شبابنا المزالق قامت تصير كثيرة في دنيانا المزالق بشتة اتجاهاتها بشتة اتجاهاتها مزالق كثيرة هاي المزالق الكثيرة تخلي الانسان امام مسئولية خطرة في ان يحافظ على دينه ودنيا وصحته وجوده وكيانه وحلاله وحرامه هاي هم مسألة اكد عليها حلاله وحرامه يعني ذني الامور امتنا ما خلوا بيهن عذر لأحد في الواقع ما بيهن عذر لأحد حلال حرام ما بعث الله نبيا في الرواية عن امام الصادق وحنا ديك الصادق وقبل شوية سولفت عن الصدق اللي رب العالمين اخبر بيه عن امتنا ما بعث الله نبيا الا بصدق الحديث واداء الامانة رواية اخرى جعفر ابن محمد يقول ما بلغ علي من رسول الله ما بلغ الا بصدق الحديث واداء الامانة تسمع هاي الكلمات واردة عن جعفر الصادق شقد تخوفنا محاسن الاخلاق الحلال والحرام دينكم شعائركم حسينكم خدمتكم تراحمكم محبتكم اجتماعكم توافقكم خوتكم التحرج عن الدماء والدخول في هذا العالم الخطير هاي مشاكل اللي صير بين العشائر وبين الاخوة وبين الكذا وبين ال ديروا بالكم ديروا بالكم ديروا بالكم احبابي ديروا بالكم مع الاسف اكو جرأة مشكلة بين اثنين الصير ينقتلون منا جماعة ومن ناج اكو جرأة على الدم قاع الصير مو صحيحة ومقبولة هذه لا تتورط خليك مؤمن طاهر زكي حافظ على دينك صلاتك صومك خدمتك لمحمد وآل محمد وأعظم ما يوصلنا الى الله خدمة الحسين خدمة الحسين خدمة الحسين